ورجعنا لحضراتكم خلوني اقول لكم النهاردة ان احنا موضوع حلقتنا اللي بعد شوية حيشرفنا ضيفنا العزيز يتكلم معانا فيه هو موضوع اللي شاغل بال كل المصريين الدعم المصري لقضية فلسطين في عجيال كانت متعرفش تفاصيل عن قضية فلسطين ما عاشتش قضية فلسطين بالنسبة لها يمكن سحية من نوم يوم 7 اكتوبر قالت ايه ده؟ في قضية اسمها فلسطين ايه ده موضوع غزة ايه؟ اتضفة هو ايه الحكاية مين فين؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده انه هذه الاحداث على قبحها وقسوتها وكل الجرائم اللي بتحصل فيها انما احيت في وجدان اجيال كتيرة من المصريين ان فلسطين هي القضية المركزية هي قضية القضايا مش بس كده كمان ما حدث من 7 اكتوبر للنهاردة رجع لي الزاكرة الوطنية هي مصر عملت ايه في الحكاية من اولها؟ من اول 48 مصر عملت ايه دعم لهذه القضية؟ مصر عملت ايه و67 ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤتمر الخرطوب وموقف الرئيس جمال عبد النصر في ايلولي الاسود وخروج المقاومة من لبنان ومبادرة السلام ومؤتمر مينهاوس ومفاوضات السلح ثم بعد كده روحنا اصله وحصل ايه والسلطة الفلسطينية والحكم الذاتي بقى فيه قضية كبيرة طلعت على السطح باختصار ببساطة اسرائيل احتلت ارض فلسطين 48 وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا القصة بدأت دوعد بيلفور بتاع السير بيلفور وزير الخارجية البريطاني اللي قرر كده انه هو يمنح ارض فلسطين اقامة وطن قومي لليهود وهو ولا بيملك ارض فلسطين ولا ليه دعوة انما ارتكب جريمة كبيرة ما زالت كلنا بندفع تبانها لغاية الطفل الصغير اللي قال مبارح الله سأنا مصر من بداية القضية دي كان ليها موقف الموقف ده على مستويات مختلفة على المستوي الشعبي المصريين بيعتبروا الفلسطينيين قضيتهم عشان كده اول ما قلنا يا تبرع بالدم المصريين بدروا وتبرعوا على كل يعني في كل الاماكن المتاحة لما قلنا تبرعات لأهلنا الفلسطينيين في غزة المصريين تبرعوا لما قلنا مساعدات هيئات كتيرة التحالف الوطني حياة كريمة الهلال الأحمر جهات كتيرة جدا اتحركت لتقديم المساعدات اذا احنا بنتكلمه على المستوى الشعبي على المستوى الدعم في اطار المساعدات ومعبر رفاح المفتوح لا حنستقبل جرحة لا وخليني اقول لكم ان في 21 لما حصل وقف اطلاق النار مصر منحت غزة 500 مليون دولار لاعادة الاعمار وبعتت الشركات الوطنية المصرية لتقوم بالاعمار لانه هذه قضية مهمة قضية مركزية ده التزامنا الوطني والقومي كمان على المستوى السياسي والديبلوماسي مصر كانت بتتحرك طول الوقت في هذه القضية المصريين او كلنا شفنا في البداية كان الرئيس الامريكي ورؤساء اوروبا اللي بيتزنوا من طيراتهم على اسرائيل وبيتكلموا عن الدفاع الشرعي والارهاب والمشعار فيه ثم جاءت مصر ومعاها الاردن السلطة الفلسطينية والرئيس المحمود عباس مصر طرحت خطاب مختلف قالت فيه فرق بين الدفاع الشرع والدفاع عن النفس وبين العقاب الجماعي ما يحدث هو عقاب جماعي قالت أن العالم يتحدث بلغة مزدوجة المعايير وكأن الدم الفلسطيني أرخص من أي دم مصر قالت لا للتصفية القضية الفلسطينية لا للتهجير القصري لابد من وقف إطلاق النار وإلى آخره كان الموقف المصري وكل الرؤساء العالم كل زعماء العالم كانوا بيتواصلوا مع الرئيس السيسي ومع الدولة المصرية سيد وزير خارجية بيتحرك قمة القاهرة للسلام قمة الرياض القمة العربية الإسلامية الإسلسنائية كانتوا لوقت مصر ليها موقف واضح داعم للقضية الفلسطينية ضد تصفيتها ضد الترحيل للفلسطينيين لأنه سيصبح قضية شعب بلا أرض وأرض بلا شعب وده مش ممكن مصر تقبله ولا الفلسطينيين فكرة الإلحاح على وقف إطلاق النار كمان تسمية الأشياء بمسمياتها يعني إيه مصر ما تكلمتش مسكة العصايا من نص لا لا مصر كانت واضحة جدا طبعا فيما يخص أمننا قومي لن يتم تصفية القضية الفلسطينية وفي جميع الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا 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 رئيس عب فتاح السيسي قال كده أيضا لا للتهجير لا للتصفية للقضية الفلسطينية قال لقات قات ثلاثة لا للتهجير القصري لا للسياسة العقاب الجماعي لا لوضع أي شروط قد يضعها الاحتلال اللي وقف إطلاق النار مصر خدت موقف داعم كعادتها بالمناسبة فيه فيلم حلو قوي عملته عملته الشركة المتحدة هذا الفيلم اسمه هنا فلسطين من القاهرة أنا باقترح عليكم الشباب اللي تلاتين وخمسة وثلاتين واللي طبعا الأمهات الكبار واللي عندها أولاد ما يعرفوش إيه الحكاية والأحفاد إننا نتجمع ونجيب الفيلم ونتفرج عليه هنا فلسطين من القاهرة نعرف كيف دعمت وتدعم مصر القضية الفلسطينية بشكل واقعي وإيجابي وعملي لا شعار ولا كلام كده في الهواء